دكتور حسن طيب الى ان يأتي الدكتور حسن كنت انا مبارح تكلمت الحقيقة على موضوع الشباب بتوع التشجير و احنا على تواصل مستمر والحقيقة يعني انا لا اقصد بالتشجير على انه فئة معينة اللي هم اربعة و ثلاثين الف انا اقصد مؤقتي وزارة الزراعة الناس اللي اشتغلت في كافة الاقسام الاخرى التجاوي و غيره و التشجير و غيره مجموعة من الاخصام هذه المجموعة الحقيقة يعني يمكن عددها حوالي ستة وستين الف حتى الان انا بتمنى بالفعل ان الحل العادي يتم سريعا و ان شاء الله ربنا يكرمنا و ننتظر هذا الحل بعد طول عذاب نتمنى ذلك و ان يتحقق سريعا عادى الينا مرة اخرى دكتور حسن عبدعزيز مساء خير يا دكتور اهلا وسهلا مساء الخير اهلا وسهلا بك يا فندم الحمد لله الله يخليك تعليقك على ما يحدث هذه الايام في اطار علاقات الشعوب مع بعضها البعض و انت يعني رجل تجمع ما بين اشقاءنا في الكويت و ما بين كونك مصريا ربنا احخذك تعليقك اسمح لي طبعا اشكرك على الاستضافة والمداخلة الطيبة دي و ربنا ان شاء الله يوفياني ان انا اقدر اوضح بعض الامور تفضل فينا في البداية طبعا كل شكر والتقدير للسفيرة الانسانية شيخ انتصار محمد الصباح انها بالاول لرئيس مجلس ادارة اتحاد العربي للتضامن الاجتماعي نعم على سنائها على مصر و حبها لشعب مصر والشيخ اقبال برضو كمان تحدثت معا والشيخ اقبال نعم 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 وهي قالت كل اللي بيدور في نفوس الكويتين وفي قلوب الكويتين نعم وطبعا الشكر ممتد للشيخ اقبال الصباح على تعييد فكرة الروابط العريقة بين الشعبين الشقيقين مصر والكويت نعم الحياة السنوات الاخيرة لاحظنا تحويل الوساطة الالكترونية من منارة للعلم والمعرفة والثقافة الى محطات للشتائم للأسف نعم والسب والهجوم بلا وازع او راضع صحيح و يعني مش فاهم ما فيه دوابط ولا فيه سياسات ولا فيه اي نظام لعمليات تبادل الاتهامات والشتائم على المدينة نعم نعم وبالطالب وبتتكلم بحدة كأنها صاحبة قرار نعم ولا تملك السلطة ولا الصفة ولا القرار نعم وفي الحقيقة هذا خطأ نعم خطأ كبير نعم وطبعا طريقة القاها واسلوبها وطريقة كلامها المستفز واحنا كمصريين نفهم هذه الامامات زعلت ناس كتير جدا صحيح طبعا هي لا تمثل دولة الكويت ولا شعب الكويت وربما يكون ذلك خطة من خطة التحريد السياسية يقاع الشعبين في بعض وإحراج الدولة كواء الكويتية أو المصرية نعم وللأسف يا أخي العزيز الأستاذ مصطفى اتلع المصريين الطعم وردوا على السب والشتائم بالمسج نعم وامتلت الروسات الالكترينية بمسلسلات من السب والقصر وهذا لا يجوز لا يجوز للكويتين ولا يجوز للمصريين نعم وكل الأمر مرفوض شكلاً وموضوعاً نعم الكويتية هي اللي بدأت بلا شك وكان يجب علينا أخذ الحيطة والحذر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بدلاً من الرد والشتائم والعدالة والقانون في دولة الكويت نعم لا يفرق بين الوزير والغفير ولا يرحم من يغضب نعم مهما كان منصبه شكراً مهما كان موقعه شكراً لك دكتور حسن عبد العزيز وفعلاً زي ما أنت بتقول احنا شعب واحد الشعب العربي شعب واحد وعلينا دايماً نحن نحل مشاكلنا آه في ناس احنا عرفين مترصد عرفين في ناس